النجاح المالي أو النجاح في إدارة حياتك المالية من أهم الحاجات اللي المفروض نتعلمها كلنا وخصوصاً إننا بنعيش في عصر الإغراءات اللانهائية الإغراءات اللي بتخلق عندنا احتياجات متزايدة وبالأخص في ظل وجود مواقع السوشيال ميديا اللي بتحول بعض الأشياء الفرعية أو اللي ملهاش أي لازمة وتقنعك إنها احتياج أو ضرورة ما تقدرش تكمل حياتك بدونها وده معناه إن مهما كان دخلك سواء كبير أو صغير فاحتياجاتك هتفضل في تزايد مستمر وتلتهم أي دخل مهما كان وعشان كده يا صديقي إن يكون عندك زكاء مالي ده هيجعلك من الواحد في المية من الناس الناجحين مالياً من البشر وحيحميك من إنك تكون من أغلب الناس اللي بيدوروا فقط على الصراء السريع أو الطرق المختصرة لكسب المزيد من المال في فيديو النهاردة هنتكلم عن ثلاث قواعد أساسية أو ثلاث مفاهيم مهمة جداً نعرفهم عشان نقدر نوصل للزكاء المالي أول وأهم قاعدة مهم جداً نفهمها ومهم جداً نطبقها لإنها ممكن تكون العامل الفارق اللي هيجعلك من الواحد في المية الأزكية مالياً في العالم لازم نفهم الفرق بين الأصول والالتزامات المفهوم ده رغم إنه بسيط جداً إلا إن كتير من الناس مش بتقدر تفرق بين مفهوم الأصول ومفهوم الالتزامات رغم إن فهم الفرق بينهم هيكون ليه فرق كبير جداً على حياتك المالية ببساطة شديدة الأصول أو الأصل هو كل شيء بيوفر لك مال بشكل دوري أو بيدخل لك مال بشكل دوري مشروع بيجيب لك دخل أو بيت بيتأجر وبيجيب لك إيجار أو أرض زراعية بتجيب لك عائد أو حتى أسهم لشركات في البورصة بتوفر لك ربح سنوي كل دي تعتبر أصول لإنها شيء بيجيب لك دخل بشكل دوري أي شيء تشتريه ويكون بيوفر لك مال يدخل لجيبك يبقى اسمه أصل أما على الجانب التاني هنلاقي الالتزامات أو زي ما سماها روبرت كيوساكي في كتابه الشهير الأب الغني والأب الفقير الخصوم ويمكن تسمية الخصوم دي معبرة أكتر يعني بتدي إيحاء كده أن أي شيء في قايمة الالتزامات هو بمثابة خصم لك أنت في حاجة لمواجهته والتغلب عليه وده إلى حد ما هو شيء صحيح المهم الالتزامات دي هي أي شيء أنت ممكن تشتريه أو تمتلكه وبياخد منك المال بشكل دوري أو بيستنزف من جيبك المال بشكل دوري البيت مثلاً اللي انت ساكن فيه يعتبر من الالتزامات لأنك مطالب بمصاريف الإيجار والمية والنور والصيانات وغيرها كتير من المصاريف المتعلقة بالبيت نفسه العربية تعتبر من الخصوم لأنك بتصرف عليها بشكل دوري ما بين بنزين والزيت والصيانات وغيرها من المصاريف التانية أي شيء بياخد من جيبك فلوس بشكل دوري يعتبر من الالتزامات أو الخصوم القاعدة بقى يا صديقي بتقول أن كل ما كان العائد من الأصول اللي عندك أكبر من المصاريف اللي بتحتاجها للالتزامات اللي عليك كل ما كنت إنسان ثري يعني لو عندك محل إيجار الشهري خمس تلاف جنيه وساكن في شقة وعندك عربية بيكلفوك شهرياً أربع تلاف جنيه إذن انت ثري في حدود الألف جنيه اللي هي الفرق بين الدخل اللي بييجي من الأصول والمصاريف اللي محتاجها للالتزامات لكن لازم أوضح إن الصراء هنا يا صديقي بمفهوم إنك حتى لو مش عايز تشتغل حتى لو مش هتشتغل خالص تقدر تعمل كده لإن فيه دخل سلبي بيغطي مصاريفك وده مش معناه إن انت مش هتشتغل ولكن هيخلي عندك حرية أكبر في اختيار المجال اللي هتشتغل فيه هيخلي عندك مرونة أكتر في الشغل وهيرفع عنك الضغوط اللي ممكن تخليك تشتغل شغلانة انت كرهها وبتقضي فيها معظم وقتك ولكنك مش قادر تسيبها عشان هي مصدر الدخل الأساسي ليك في حياتك وعشان كده القعدة هنا بتقول كل مواجهة المال لشراء الأصول اللي هيكون ليها عائد مادي بعد كده وكل ما حاولت تتحكم في الالتزامات اللي عليك وتثبتها قدر المستطاع وتحد من شراء أي شيء يحتاج منك نفقة في المستقبل كل ما هتزداد ثراءاً وفي الجانب التاني هنلاقي الأشخاص اللي لا يستثمروا في الأصول ويتجهوا دائماً لشراء الكماليات والرفاهيات والفرعيات كل ما سمح دخلهم بكده هم أكثر عرضة للوقوع في الديون والأزمات المالية يعني التطبيقاً للمبدأ ده لو أنا محتاجة أشتري عربية جديدة ومعايا مبلغ خمسين ألف دولار هيكون أمامي خيار من اتنين إما أني أشتري عربية عادية بمبلغ مثلاً خمسة وعشرين ألف دولار وأشتري بباقي المبلغ شقة وأجرها والعائد اللي هيجي من الشقة دي هيغطي مصاريف العربية ويبقى أنا كده مش بدفع أي مصاريف بعد كده بمعنى آخر أنا اشتريت أصل يغطي نفقة الالتزام أنا اشتريت شقة هتغطي نفقة العربية أما الخيار التاني هو أني أشتري عربية غالية بسعر خمسين ألف دولار ولتكن عربية مرسيدس مثلاً ومن الطبيعي أن العربيات الغالية هتكون مصاريف صيانتها أغلى من العربية العادية كده أنا هبقى مطالب بتوفير مبلغ مالي شهري لمصاريف العربية وبالتالي هيقل ثرائي كل ما اتبعت الأسلوب ده في الحياة ده كان المبدأ الأول المهم جداً أما المبدأ التاني اللي لا يقل أهمية عنه بيقول أن الوظيفة لوحدها لن تحقق الثراء بمعنى آخر الاعتماد على الدخل الإيجابي فقط هو أمر مش هتقدر من خلاله تصل إلى الثراء بالمناسبة هنا الدخل الإيجابي يقصد به الدخل اللي أنت بتعمل من أجله يعني الوظيفة أو العمل الجانبي أو أي دخل بيجي من عمل يقوم عليك أنت لازم تقوم به أما الدخل السلبي هو التدفق النقدي اللي بيجي بدون ما تعمل من أجله زي مثلاً شقة أو محل بتأجره بيجيب لك دخل ده هو الدخل السلبي لأنك مش محتاج تشتغل عشانه ولا يعتمد عليك بشكل مباشر وهنا مش بنقول أنك تتخلى عن الوظيفة لكن مهم يكون ليك دخل سلبي بجانب الوظيفة عشان تقدر تصل للصراء لكن بنفكرك تاني يا صديقي إحنا قلنا أن مفهوم الصراء اللي بنتكلم عنه هنا هو أن دخلك من الأصول يكون أكبر من الالتزامات اللي عليك في الغالب يا صديقي الوظيفة عمرها ما حتوصلك لكده لأن أصحاب الشركات سواء العامة أو الخاصة بيدفعوا أقل مرتب ممكن يرضى به الموظف وما دام الأمر كذلك ففي غالبية الوظائف بتلاقي أن الراتب يدوب على قد مصاريف الحياة العادية ومع أي ظرف طارق ممكن تلاقي نفسك مديون بمنتهى السهولة طيب الحل إيه؟ الحل هو التفكير من أول يوم لك في الوظيفة أنك تبني الأصول اللي هتوفر لك بعد كده الدخل السلبي ممكن ده يكون من خلال التوفير من الراتب بمقدار لا يقل عن 10% وتوجيه المبلغ ده لشراء أصول حتى لو رخيصة السمن زي الأسهم مثلاً أو ادخار المبلغ ده كل شهر بس يكون في صورة دهب عشان التضخم ما يكلهوش وحنتكلم عن المبدأ ده إن شاء الله في فيديوهات قادمة لحد ما تقدر توصل لرقم تقدر مثلاً تشتري بيشقة مثلاً وتأجرها وتبقى بتجيب دخل سلب ليك وهكذا تطبيقاً للكلام ده يا صديقي لو أنت شغال في شركة للدعاية والإعلان مع الوقت في الشركة بتزيد خبرتك ولو أنت مهتم كفاية وبتقرأ عن المجال وبتحاول تزود من قدراتك مع الوقت هتكون كفاءة عالية وده مش بس حيساعدك تعلي من مكانتك وردبك في الشركة ولكن كمان هيخليك كفاءة تقدر تفتح شركة صغيرة بعد كده وتشغل فيها ناس بدون التخلي عن وظيفتك أو إنك توفر من دخلك مبلغ تقدر بعد كده تشتري بيه عقار وتستغل خبرتك في الدعاية بإنك تشتري عقار وتسوقه وتبيعه بسعر أكبر وتزود من المبلغ لحد ما يوصل لإنه ممكن تشتري بيه أصل وتحتفظ بيه وهكذا وده هو يمكن فكرة المفهوم التالت المفهوم التالت بيقول اجعل المال يعمل بدلا منك معظم الناس ما يعرفوش غير فكرة إنهم يتعلموا مهارة زي الطب مثلا أو الهندسة أو النجارة أو الميكانيكا أيا ما كانت المهارة اللي هيتعلموها عشان يشتغلوا بيها بعد كده لأجل المال في حين إن كتير من الناس محتاجين يتعلموا إزاي يخلوا المال هو اللي يعمل بدلا منهم عشان يجيب مال إضافي والطريقة اللي تخلي المال يعمل بدل منك هي من خلال الاستثمار عارفك يا صديقي أول ما تذكر كلمة الاستثمار بيجي في بالك الشركات الكبيرة والمشاريع العملاقة انت مش محتاج تتعرف على حاجات ومفاهيم معقدة عشان تبدأ في الاستثمار لا خالص أهم شيء بس لا تفكر في الربح السريع اللي ممكن يوعدك به النصابين والمقامرين أهم حاجة تفهم ان دايما الربح السريع بيحمل معه المخاطرة العالية جدا واحتمالية كبيرة جدا لفقدان رأس المال عشان كده ممكن تلعب في الجانب الآمن من الاستثمار وما تستثمرش أموالك في أمور ما بتفهمش فيها أيا كانت المغريات في الواقع الموضوع مش سهل انك تكون بتستثمر أموالك بالزكاء وحكمة إلا انك لو بدأت تتعلم وتقرأ وتتحلى بالصبر واكتسبت المعرفة والمهارة اللازمة هتلاقي ان موضوع الاستثمار ده أسهل مما تتخيل بكتير في النهاية يا صديقي الطريق إلى الحرية المالية أو الصراء بالمفهوم اللي تكلمنا عنه قبل كده مش حاجة سهلة أبدا وبمجرد ما تخطؤوا لخطواتك على الطريق ده هتلاقي نفسك بتقابل عوائق كتيرة عائق تلوى العائق وللأسف في العادة كتير من الناس بيصابوا بالإحباط وبيستسلموا بسرعة كبيرة بينما الآخرين بيقاوموا الفترة ويلاءوا ان ما فيش نتائج سريعة وبالتالي يستسلموا هما كمان إلا إن القلة المصابرة فقط هي اللي يمكنها التقدم وتحقيق طموحاتها المالية وعشان كده أهم مبدأ من مبادئ الاستثمار على الإطلاق هو الصبر في نهاية الفيديو هنختم بجملة مهمة جدا بتقول لا تدخل معترك الحياة خائفا من أن تفشل بل ادخل معترك الحياة لكي تفوز في النهاية أتمنى لكم كل الخير والسعادة كنت معكم محمد منير سيرابست ولايف كوتش من قناة شغبطة